يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على إمامنا الصادق سلام على جعفر الحقائق وسيد المغارب والمشارق سلام على مجمع أسرار الكتاب الصامت والناطق ورحمة الله وبركاته سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة الخمسون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعت فيه إن كنت راغباً في إمامك لا زال كلامي يتواصل في آخر عنوان من عنواني مرحلة الظهور نهاية مرحلة الظهور وهذا العنوان يجتمل على عناوين فرعية وفاة قائم آل محمد صلوات الله عليه المهديون الاثنى عشر رجعة الحسين صلوات وسلام وتحيات على الحسين لم يكتمل كلامي في العنوان الأول وفاة وفاة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وصلت وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى ما جاء مذكوراً في نهج البلاغة الشريف وما جاء مذكوراً أيضاً في حديث في حديث المعرفة بالنورانية هذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السادسة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لسلمان وأبي ذار والكلام مقتطف من الحديث الطويل المعنوني بحديث المعرفة بالنورانية يا سلمان ويا جندب وجندب هو أبو ذار سيد الأوصياء يخاطبهما يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال إن ميتنا لم يمت وغائبنا وغائبنا لم يغب وإن قتلانا لن يقتلوا لن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية لكثرة تفاصيله لكنني أذكركم من أنني تجولت بين آيات الكتاب الكريم ووضحت لكم أنواع الموت التي تحدث عنها القرآن موت النوم وبيّنت من أن محمدا وآل محمد لا يطرأ عليهم هذا الموت يطرأ علي وعليكم موت القلب وبيّنت أيضا من أن هذا النوع من الموت لا يطرأ عليهم لأنهم أساس حياة القلوب موت الحتف وهو الذي يعرفه الناس بالموت الطبيعي هذا هو الموت الذي يقول عنه سيد الأوصياء من أن ميتنا لم يموت الناس يموتون بموت الحتف أما نحن نموت القرآن يخاطب رسول الله إنك ميت وإنهم وإن الناس من الأصدقاء والأعداء وإنهم ميتون لكن موتك شيء وموتهم شيء آخر وكل هذا مر علينا في الحلقة الماضية حتى وصلت معكم إلى النوع الرابع من أنواع الموت إنه موت القتل وما جاء من تمييز في الآيات بين الموت والقتل فإن الموت الذي ذكر في الموارد التي ذكر القتل أيضا فيها إنه موت الحتف فعندنا موت النوم موت القلب موت الحتف وموت القتل موت القتل الذين يقتلون في سبيل الله هؤلاء أحياء لا يقال لقتلهم هذا بأنه موت القرآن نهانا عن ذلك ونهانا بنحو صريح قال لنا لا تقول لا تقول هكذا قرأنا في سورة البقرة في الآية الرابعة والخمسين بعد المئة بعد البسملة ولا تقول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات هذا نهي تحريمي إنه نهي تحريمي في المستوى العقائدي في المستوى العلمي في المستوى المعرفي ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات لا يحق لكم ذلك بل أحياء ولكن لا تشعرون إذا كان لكم من عذر فإنكم لا تشعرون بعبارة أخرى من أنكم عدموا الشعور لا تفقهون أنتم جاهلون الحقيقة أن الذين يقتلون في سبيل الله ما هم بأموات هذا الذي تقولونه جهل وسفاهة ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون هذا المضمون من موت القتل لا يطرأ على محمد وآل محمد لأنهم هم سبيل الله هم سبيل الله إذن هو هذا المقصود من كلام رسول الله ومن كلام أمير المؤمنين من أن ميتنا لم يمت وما قاله أمير المؤمنين من أن قتلانا لن يقتلوا هذا لا يعني أن القتل لا يجري عليهم حيث يكون قتلا حسيا ومرئيا ويجري القتل عليهم ويجري الموت عليهم لكن فارقا كبيرا بين ما يجري علينا وما يجري عليهم فما يجري عليهم يجري على مظاهرهم البشرية لكنه لا يجري على حقائقهم الإلهية بينما الذي يجري علينا يجري على مظاهرنا البشرية وحقائقنا البشرية من هنا فإن ميتهم لم يمت وضربت لكم مثالا من الكتاب الكريم يرتبط بالمدارات التكوينية الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الأنعام ولو جعلناه ملكا لو جعلنا الرسول الذي نبعثه إلى الناس من الآدميين لو جعلناه ملكا لو بعثنا ملكا وما بعثنا آدميا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لجعلناه رجلا بحسب ظاهره بحسب حقيقته فإن حقيقته ملائكية وليست بشرية ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم لأريناهم شيئا غير الحقيقة لأنهم هم الذين يريدون هذا بما أنهم يريدون هذا فمن مصلحتهم أن يكون الأمر يجري بهذه الطريقة وللبسنا عليهم ما يلبسون من اللبس والالتباس والاختلاط ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون هذه هي المدارات لكنها مدارات تكوينية المدارات التشريعية هي التي تكون في دائرة الألفاظ المدارات التربوية هي التي تكون في دائرة الألفاظ المدارات التعليمية العلمية هي التي تكون في دائرة الألفاظ أما المدارات التكوينية هي التي تقع في التكوينيات فهذا أمر تكويني ملك يجعل رجلا بالنحو الذي تتحدث عنه الآية وللبسنا عليهم لأريناهم شيئا له ظاهر حقيقته تختلف عن هذا الظاهر ظاهره بشري أما حقيقته ملائكية ما هي ببشرية تدبروا كثيرا في هذه الآية القرآن مشحون بالأمثلة التي تقع تحت عنوان المدارات التكوينية مساحة المدارات التكوينية في ثقافة الكتاب والعطرة أوسع بكثير من مساحة المدارات التشريعية وذلك أن التشريع يأتي في حاشية التكوين لأن التشريع إنعكاس لأن التشريع صدى عن حقائق التكوين أضرب لكم أنثلة أخرى كي تتضح الصورة أكثر وأكثر إذا ما ذهبت بكم إلى صورة هوت وإلى الآية التاسعة والستين بعد البسملة وما بعدها ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة وما عرفه مدارات تكوينية حتى مع الأنبياء ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ العجل الحنيذ هو العجل المشوي كان يتصور أنهم من أضياف البشر ما كان يعرف أنهم ملائك لقد جاءوا بمأمورية ولابد أن تبدأ المأمورية من عندي إبراهيم الخليل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ظاهرهم بهشر حقيقتهم ملائكة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه لا يأكلون من هذا العجل المشوي نكرهم نكرهم وأوجس منهم خيفة أضياف بشر وجاءهم بطعام ورحب بهم لماذا لا يأكلون وهذا عجل مشوي من أشهى أنواع الأطعمة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف لا تخاف نحن ملائكة إنا أرسلنا إلى قوم لوط ولوط كان من أقرباء إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل عراقي ولوط عراقي أيضا وقد هاجر لوط مع إبراهيم الخليل لكنه استقر في الأردن بينما إبراهيم الخليل ذهب إلى فلسطين ومن فلسطين إلى مصر وعاد بعد ذلك إلى فلسطين قالوا لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط إلى آخر ما جاء في هذه الحكاية الحكاية طويلة الوقت يجري سريعا لا مجال للوقوف عند كل صغيرة وكبيرة إنها أمثلة ونماذج تخبرنا عن المدارات التكوينية هذه مدارات تكوينية لا بد أن يكون الأمر جاريا بهذه الطريقة والكلام هنا مع نبي من الأنبياء مع رسول من الرسل إنه إبراهيم الخليل الأمر يتكرر مع لوط النبي في سورة نفسها في سورة هود إنها الآية السابعة والسبعون بعد البسملة وما بعدها ولما جاءت رسلنا لوط سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب لأنهم جاءوا بصورة شباب وفتيان في غاية الحسن والجمال ولما جاءت رسلنا لوط سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب كان في الحقل لما جاءوا فحار في أمره كيف يدخلهم إلى المدينة إلى القرية كيف يدخلهم إلى بيته وهناك شيطانة خائنة في بيته إنها زوجته ولما جاءت رسلنا لوط سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون سيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم لو كان يعلم أنهم ملائكة لما قال هذا الكلام لقومه لهؤلاء اللوطي لكنه أراد أن يدافع عن أضيافه قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق نحن لا نريد الزواج بهن وإنك لتعلم ما نريد إننا نريد أن نمارس أفعالنا القبيحة مع هؤلاء الفتيان الحسان قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد تمنى نصرة القائم تمنى قوة أصحاب القائم وشدته لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد الملائكة لما شهدوا قوم لوط وقد أحاطوا ببيتي النبي قالوا يا لوط وهم يشاهدونه قد ارتبك ارتباكا شديدا يخاف من قومه أن يهجم على أضيافه وأن يفعل القبائح معهم قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصل إليك لن يصل إليك فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب يا لوط إن رسل ربك لا يصل إليك هؤلاء ملاعكة لكنهم جاءوا بصورة بشرية هذا مصداق من مصادق المدارات التكوينية المدارات التكوينية تقع في التكوينيات وليس كالمدارات التشريعية التي تقع في دائرة الألفاظ في مقام بيان الأحكام في مقام شرح العقائد في مقام تفسير القرآن في مقام التربية والتعليم إذن الأمر واضح هناك مدارات تكوينية وهناك مدارات تشريعية الأمثلة كثيرة في الكتاب الكريم سأأخذكم إلى سورة النساء وإلى الآية السابعة والخمسين بعد المئة بعد البسملة مثال واضح على المدارات التكوينية وقولهم إنه قول اليهود وقولهم إنا قتن المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له عملية تكوينية واضحة جدا فهناك أحد أنصار عيسى المسيح أوقع الله الشبه عليه شبه له عيسى المسيح رفع إلى السماء قد يقول قائل لماذا حدث هذا الأمر فإن عيسى رفع إلى السماء يد اليهود لن تصل إليه لماذا وقع القتل على رجل صار يشبه عيسى المسيح عيسى المسيح رفع إلى السماء لكن اليهود يريدون أن يرتاحوا نفسيا وحينئذ لا يخافون من أنصار عيسى لو أنهم لم يقتلوا ذلك الرجل الشبيه لقتلوا كل الحواري هذه مدارات تكوينية للدفاع عن الحواريين كي ينتشر ما جاء به عيسى المسيح وهذا هو الذي حصل بالفعل لأن اليهود كانوا مطمئنين من أنهم قتلوا عيسى بن مريم لأنهم بالفعل قتلوا رجلا صلبوه وقتلوه ربما يقول قائل هذا من المكر الإلهي صحيح هذا من المكر الإلهي فإن المكر الإلهية من أوضح مصاديق المدارات التكوينية صحيح والذي جرى في قصة الملائكة مع إبراهيم ومع لوط مثل ما مر علينا قبل قليل في الآيات التي تلوتها عليكم من سورة هود هو من مصاديق المكر الإلهي أيضا المكر الإلهي هو جزء من هذا العنوان من عنوان المدارات التكوينية القرآن مشحون بالمصاديق الواضحة التي تشير إلى هذه الحقيقة وأعتقد أن هذه الواقعة وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها له نذهب إلى فاصل ما جاء في سورة الأنبياء في الآية السابعة والخمسين بعد البسملة وما بعدها في سياق قصة إبراهيم الخليل وتالله لأكيدن أصنامكم هذا كيد نبوي وهو جزء من الكيد الإلهي وإنه قام بعمل تكويني لم يكن بحدود الكلام والألفاظ حين كسر الأصنام وحطمها وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم حطم الأصنام تحطيما كسرها وترك الصنم الكبير فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم والروايات تقول من أنه علق الفأس التي استعملها في تكسير الأصنام علقها برقبة الصنم الكبير فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون تستمر الآيات إلى أن تقول الآيات قالوا يخاطبون إبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبير ها هو الفأس معلق برقبته هو الذي كسر الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون إن كانوا ينطقون هذا هو كيد نبوي والكيد النبوي مظهر من مظاهر الكيد الإلهي هذا أمر تكويني إبراهيم قام بالتكسير فعلا هذه صورة من صور المدارات التكوينية بمستوى من المستويات إنه فعل الأنبياء أعتقد أن الفكرة صارت واضحة لديكم لا أدري إلى أي حد لكن الأمثلة التي ضربتها لكم أمثلة واضحة وواضحة جدا في سورة يوسف حكاية رؤيا الملك هذا الموضوع جزء من المدارات التكوينية لأجل أن تتحقق نبوة يوسف في مصر هذه مدارات تكوينية فإن كهان المعبد كانوا يجيدون تأويل الأحلام بحسب الثقافة الموجودة في ذلك الوقت لكن الذي رأاه الملك في منامه رأى شيئا معقدا لا يستطيعون أن يستخرج منه شيئا ولذلك ماذا قالوا في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة يوسف قالوا أضغاث أحلام لأنهم لم يجدوا المنطق الذي تؤسس عليه الأحلام وهم يتبعونه في تأويل الأحلام التي كان الناس يشاهدونها في مناماتهم في نومهم قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين بتأويل الأحلام بعالمين إنهم في حيرة من أمرهم لا يدركون مضمون هذه الرؤية ولا يريدون أن ينتقصوا من شأن الملك المصري ولذا كان كلامهم واضحا من أنهم في حيرة من أمرهم قالوا أضغاث أحلام حينما قالوا أضغاث أحلام هذا أنهم يميزون بين الأحلام الصادقة وبين الأحلام الأضغاث وفي الوقت نفسه قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين إنهم في حيرة من أمرهم والمنام كان معقدا وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات منام معقد معقد جدا هذا أمر تكويني شيء رآه الملك في منامه وهذه المدارات التكوينية كانت سببا لأن تتحقق نبوة يوسف في بلاد مصر والحكاية لها تفصيل لكننا في تفاصيل قصة يوسف نجد أن يوسف نفسه مارس المدارات المدارات التكوينية بمستوى من المستويات في الآية السبعين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة يوسف فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه عملية تكوينية ما هي بألفاظ أو كلام ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبل عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك إلى آخر ما جاء في الحكاية وتفاصيلها أراد أن يبقي أخاه بن يامين عنده وما استطاع أن يكشف الحقيقة لأخوته فلجأ إلى أسلوب من الكيد النبوي وهو مصداق من مصادق المدارات التكوينية لقد قام بأمر تكويني فعلا لقد وضعوا السقاية في رحل بن يامين هذا أمر تكويني بمستوى من المستويات تلاحظون أن المدارات التكوينية يتحدث عنها القرآن في أمثلة كثيرة في أمثلة كثيرة لكنها بمستويات مختلفة إذا ما ذهبت بكم إلى سورة الأنفال وإلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام لوحة معقدة من المدارات التكوينية في سياق واقعة بدر حيث كان المسلمون في غاية الضعف وكانت قريش في غاية القوة عدداً وعدةً مؤونةً وإمكانات على جميع المستويات الموضوع مفصل في المصادر التاريخية وفي كتب الحديث والسيار لكنني أخذت هذه اللقطة من سياق الأحداث لأنها صورة واضحة جداً من المدارات التكوينية كان المسلمون خائفين سبحانه وتعالى ألقى عليهم النعاس الخائف لا ينام الخائف لا ينام المهموم لا ينام والخوف هو لون من ألوان الهم المسلمون كانوا خائفين سبحانه وتعالى سلط عليهم النعاس فناموا ليلتهم إذ يغشيكم النعاسة أمنةً منه فإن الله يريد أن يجعلكم تشعرون بالأمان وإلا لو بقوا في حالة يقضة إلى الصباح لأن المعركة حدثت في صبيحة تلك الليلة لو أنهم بقوا في حالة يقضة مع خوف هل كانوا يستطيعون أن يقفوا على أقدامهم مع أنهم لم يشتركوا في قتال لأنهم ما كانوا يملكون سيوفا السيوف كانت قليلة جدا هم شاركوا بحضورهم بوجودهم أتعلمون أن عدد السيوف في واقعة بدر أكثر الأخبار والأحاديث كانوا يملكون 12 سيفا وفي الحقيقة هم كانوا يملكون ثمانية أسياف ويملكون فرسين فقط كل المسلمين يملكون فرسين فقط فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود وما كانوا يملكون عددا كافيا من النياق كل النياق التي عندهم كانت تصل إلى السبعين وهي من نواضح المدينة النواضح هي الإبل والنياق التي تشد إلى النواعير وتكون من أردع أنواع الإبل عند العرب لذا معاوية لما جاء إلى المدينة أيام خلافته بعد الهدنة مع إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه توقع أن أهل المدينة وهم أبناء المهاجرين والعنصار سيخرجون لاستقباله لكن أحدا ما خرج لاستقباله فلما سألهم لما لم تخرجوا لاستقباله كان يريد منهم أن يستقبلوه لمسافة بعيدة فلما سألهم لما لم تخرجوا لاستقبال قالوا له ما عندنا من وسيلة ما عندنا من رواحل فكان يستهزئ بهم فقال فأين نواضحكم يعني هذه الإبل الرديئة التي عندكم التي تشدونها إلى النواعير ل سقاية بساتينهم ونخلهم فأهل المدينة كانوا يشتغلون في البساتين في زراعة النخل وغيره قال فأين نواضحكم إنه يستهزئ بهم لأن العرب تعد النواضحة من أردئ أنواع الإبل قالوا له قد ذبحناها حينما كنا نحارب أباك ونحاربك على الكفر وعلى الشرك فسكت فأطرق برأسه وسكت على أي حال فما كان المسلمون يملكون قوة ولا عدة ولذا هم بحاجة إلى برنامج مدارات تكوينية فألقى الله عليهم النعاسة فناموا قطعا كان نوعا من النعاس الذي يجعلهم حينما يستيقظون في غاية النشاط وستكون حالتهم النفسية قد تبدلت فانتقلت من حالة الخوف إلى حالة الأمن والإطمئنان لأن الآية هكذا تقول إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه وماذا بعد وينزل عليكم من السماء ماء متى بعد أن استيقظوا لأن كثيرين منهم قد أصابتهم الجنابة الآية دقيقة لأن حالة الجنابة تنقل الإنسان من حالة نفسية إلى حالة أخرى وإذا كانت مقصودة فإن أثرها سيكون أقوى لأنها جزء من برنامج مدارات تكوينية دققوا النظر في الآية ويذهب عنكم رجز الشيطان فإن الله سلط الشيطان عليهم في هذا الأمر فهذا هو اختصاصه الرجوع إلى أهل الخبرة سلط الشيطان عليهم فسبب لهم الجنابة في نومهم فلما استيقظوا نزل ماء المطر عليهم فاغتسلوا به كان المطر ينزل عليهم بالحد الذي يستطيعون أن يغتسلوا غسلا شرعيا كاملا إذ يغشيكم النعاسة أمنة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وماذا بعد وليربط على قلوبكم كل هذا لأجل أن تنتقل إلى حالة نفسية جديدة كي تكون قلوبكم ثابتة وليربط على قلوبكم وماذا بعد ويثبت به الأقدام نزل ماء المطر بالحد الذي اغتسلوا وبعد ذلك صار رذاذا لماذا صار رذاذا لأن الأرض التي تحت أقدامهم كانت رملية فإذا نزل عليها المطر شديدا لا يستطيعون الثبات عليها ستكون زلقة الروايات تخبرنا من أن المطر كان ينزل على جهة قريش كأفواه القرب فصارت الأرض عندهم زلقة والمكان قريب إنهم حول آبار بدر هذه المنطقة كانت فيها آبار تعرف بآبار بدر ولهذا سميت الواقعة بواقعة بدر المسلمون والمشركون عسكروا حول الآبار في المنطقة نفسها لكن المطر في جهة المسلمين كان رذاذا كان رذاذا بلل الرمل بحيث أصبح الرمل متماسكا لا أقدامهم تغطس في الرمل ولا أصبحت الأرض زلقة بينما كان المطر كأفواه القرب ينزل على جهة قريش فصارت الأرض زلقة وتجمعت المياه تحت أقدامهم مما سبب لهم المشاكل المشاكل في استقرارهم وسكنهم في ذلك المكان وسبب لهم المشاكل في الجانب العسكري هذه صورة واضحة وجلية من المدارات التكوينية لم تكن هذه الأمور تجري بحدود الألفاظ ولم تكن هذه الأمور تجري بحسب الأسباب الاعتيادية لو كانت الأمور تجري بحسب الأسباب الاعتيادية لبقي المسلمون الخائفون في حالة يقضة بسبب خوفهم ولما ناموا وحتى لو ناموا من شدة التعب فإن نومهم لن يسبب لهم الشعور بالأمن والأمان إلى بقية التفاصيل لو كانت الأمور تجري بالأسباب الاعتيادية لنزل المطر بنفس الدرجة أكان رذاذا أم كان كأفواه القرب على المجموعتين لكن الذي جرى أن المطر الرذاذة كان ينزل على المسلمين وأن المطر الذي هو كأفواه القرب كان ينزل على قريش هذه صورة واضحة من المدارات التكوينية كما قلت لكم أهل القرآن فيه الكثير والكثير من الأمثلة ومن الصور الواضحة التي تصب في هذا المجرى لأملك متسعا من الوقت وإلا بإمكان أن أستمر معكم في ضرب الأمثلة نذهب إلى فاصل في ضوء هذا الفهم يمكننا يمكننا أن نفهم مسألة نزول جبرائيل بالوحي على نبينا صلى الله عليه وآله فنبينا الأعظم لحس محتاجا لوحي يأتي به جبرائيل لكن جبرائيل كان يأتي وكان يراه المسلمون في صورة دحية الكلب وهو شاب وسيم جدا كان الأكثر وسامة بين شباب المدينة لكنه لم يكن متواجدا دائما في المدينة بسبب أسفاره الكثيرة في سبيل التجارة كان تاجرا يتاجر بأمواله في أكثر الأيام لا يكون موجودا في المدينة لكن المسلمين كانوا يشاهدون دائما دحية الكلب عند رسول الله كان يجلس بين يديه مثلما يجلس العبد بين يدي سيده إنه جبرائيل الذي يتصور بصورة رجل مثلما مر علينا في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الأنعام وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون فكان جبرائيل يأتي بصورة دحية الكلبي وكل هذا البرنامج أن جبرائيل يأتي بصورة دحية الكلبي وأن جبرائيل ينزل بالوحي على رسول الله وأن حال رسول الله يتغير بحسب مستوى الوحي كل هذا جزء من المدارات التكوينية لأن كل هذه المجريات كانت تجري بمسمع ومرأة من المسلمين ومع ذلك فإن المنافقين كانوا يشككون في كل شيء وأكثر القوم كانوا من المنافقين بدليل عاقبة الأمور فبعد أن قتلوا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ارتدت الأمة على أتبارها وهذا واضح في كتب الشيعة وواضح في كتب السنة أيضا يريدون أن يقفزوا على هذه الحقائق تلك مشكلته النصوص موجودة عند الشيعة والسنة في أهم كتبهم عند الشيعة في الكافي وعند السنة في البخاري ومسلم التأريخ يحدثنا عن هذه الحقائق الظلم الذي وقع على العترة الطاهرة لا يستطيع أحد أن ينكره لا من الشيعة ولا من السنة كل هذا يحدثنا عن هذه الحقيقة فكان البرنامج جزءا من المدارات التكوينية والحال هو هو في الكثير من المعجزات أو الكرامات التي كانت تصدر منهم صلوات الله عليهم ولكنها تتحقق أمام الناس بعد صلاة يصلونها أو بعد دعاء يتوجهون به إلى الله تتحقق المعجزة أو الكرامة سموها ما شئتم إنها تطبيقات عملية فعلية لولايتهم التكوينية الولاية التكوينية لا تحتاج إلى صلاة ولا تحتاج إلى دعاء لتفعيلها هذه يدي وهذه يدي أستطيع أن أفعل بهما بحدود قدرة اليدين من دون صلاة ومن دون دعاء لأن ولاية التكوينية موجودة فيهما وعليهما فإنني أحرك يدي في جميع الاتجاهات وأحمل بها ما أريد أن أحمل وأفعل ما أريد أن أفعل من دون أن أتوجه إلى الله بصلاة أو بدعاء هذه هي الولاية التكوينية فعينما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نخاطب محمدا وآل محمد وذل كل شيء لكم مثلما نتحدث عن أنفسنا من أننا قادرون أن نفعل كذا وكذا بقوة أجسامنا من دون صلاة ومن دون دعاء أو ذكر فولاية المعصوم التكوينية ولاية فاعلة لا تحتاج إلى صلاة ولا تحتاج إلى دعاء ولكن الأئمة كانوا يعتمدون هذه الأسباب يصلون ويسجدون ويتوجهون بالدعاء لأجل أن يحققوا أمرا على سبيل الإعجاز على سبيل الكرامة قولوا ما تشاءون بمرأة ومسمع من الناس الحوادث كثيرة جدا موجودة عندنا في كتبنا في هذا السياق وفي هذا الاتجاه هذه مصاديق للمدارات التكوينية وإلا فإن الولاية التكوينية إذا أراد المعصوم أن يفعلها وأن يطبقها على أرض الواقع فهو لا يحتاج في ذلك لا إلى صلاة ولا إلى سجود ولا إلى ذكر ولا إلى دعاء هذا الفهم إذا أدركناه فإن كثيرا كثيرا من الإشكالات المغلقة التي لا جواب لها ولا جواب عليها في عقول الشيعة سيجدون جوابها واضحا لكن الأمر لا بد أن يكون منضبطا بالضوابط الفكرية والعقائدية السليمة التي تستند إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط أضرب أضرب لكم مثالا من دعاء كميل نحن نقرأ في دعاء كميل هذه الكلمات ودعاء كميل هو دعاء أمير المؤمنين هذا الدعاء علمه أمير المؤمنين لكميل وهو في أصله كما في الروايات هو من أدعية الخضر أمير المؤمنين علم كميل بن زياد دعاء الخضر والذي عرف بدعاء كميل وتعرفون ذلك من أنه يقرأ في ليالي الجمعات هكذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القموي إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنتهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملته عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين إنهم الملائكة الكاتبون لأعمالنا وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي في يوم القيامة هؤلاء يشهدون علي وجوارحي ستشهد علي قبل شهادة الملائكة الكاتبين وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيبة علي من ورائهم انتظروا انتظروا العبارة المهمة التي تخبرنا عن المدارات التكوينية في عالم الملائكة وفي عالم المراقبة والمحاسبة والتدقيق تأتي المدارات التكوينية الإلهية عجيب أمر الله عجيب أمر الله أمر الله عجيب هكذا يقول أئمتنا صلوات الله عليهم أمر الله عجيب 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 وكنت أنت الرقيبة علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت هو الذي يرسل ملائكة كاتبين يراقبون أحوالنا ومع ذلك يرأف بنا ويستر علينا عجيب أمره عجيب أمر الله وكنت أنت الرقيبة علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم الشاهد هنا الله سبحانه وتعالى فقط لأنه أخفى قبائحنا عن الملائكة في مقام من المقامات والشاهد لما خفي عنهم لما خفي عن الكرام الكاتبين الذين وظيفتهم ومأموريتهم أن يراقبون ومع ذلك فإن الله من ورائهم يقلل قدرتهم من حيث لا يشعرون والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت الروايات الروايات تخبرنا من أن الله مع عبيده المؤمنين الروايات تقول من أن الله ينفرد بعبده المؤمن في يوم القيامة ويقول ويقول له فيما فيما بينهما دقق النظر يخفي أسرارنا عن الملائكة الذين أمرهم بكشف أسرارنا وشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت فكيف أشكرك يا إله كيف أشكرك إن شكري لك سيكون منقصة وسيكون عيبا من عيوبي كيف أشكرك بأي لسان أم بأي تجارحة أشكرك نذهب إلى فاصل لابد أن نعرف حقيقة هي أن الكون والوجود بني على قانون الفعل والانفعال فكل الحركات وكل السكنات في هذا الوجود تنضبط بهذا القانون هناك مراتب من الموجودات مراتب من التكوينيات تمتلك قوة في الفعل أكثر من غيرها وهناك مراتب من الموجودات ومراتب من التكوينيات تكون منفعلة أكثر من غيرها لكن كل موجود وكل مكون يمتلك مقدارا من قوة الفعل وكذلك يكون منفعلا بغيره مراتب الموجودات ومراتب التكوينيات تتشخص وفقا لهذا القانون فكلما كانت قوة الفعل أعلى قوة التأثير على الموجودات الأخرى أكثر تكون مرتبة هذا الموجود أعلى وحينئذ ستكون نسبة الانفعال بالنسبة له أقل وكلما زادت حالة الانفعال في الموجود فإن قوة الفعل تكون أقل حينما يصل الكلام إلى محمد وآل محمد فإن قوة الفعل عندهم كاملة وإن قوة الانفعال عندهم منعدمة وذل كل شيء لكم إنما ذلت الأشياء لهم بسبب قوة فعلهم وانعدام الانفعال عندهم إنني أتحدث عن حقائقهم لا أتحدث عن مظاهرهم وحتى الذي وحتى الذي يجري على مظاهرهم إنما هو بحسب إرادتهم وبحسب ولايتهم نحن هكذا نقرأ عن الخضر من أن الخضر شرب من عين الحياة والذي يشرب من عين الحياة فإن الموت لا يأتي إلا بإرادته هو عملية التدمير الذاتي تكون تحت قوته تحت سلطته عين الحياة هي مظهر من مظاهر ولايتهم فإذا كان الخضر الذي هو فرد من أفراد شيعتهم والذي شرب شيئا أخذ شيئا من عين الحياة التي هي مظهر من مظاهر ولايتهم لهذا نحن في زيارة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في زيارته التي نزوره بها يوم الجمعة هكذا نسلم عليه السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عين الحياة وهذه الأوصاف ليست مجازية هذه الأوصاف حقيقية إمام زماننا سفينة النجاة في هذا الوجود سفينة نجاة الوجود إمام زماننا عين حياة هذا الوجود الأخرون يريدون أن يستهزئوا بعقائدنا فليذهبوا هم واستهزاؤهم إلى الجحيم فليستهزئوا وماذا يضيرنا ماذا يضيرنا كما تقول العرب في أمثالها القديمة فإن الكلاب تنبح القمر فإن كلاب البدوي وكلاب القبائل العربية حينما كانت تنظر إلى القمر بدرا منيرا تستغرب هذا تتحرك باتجاهه وكأنها تحاول الوصول إليه وبعد ذلك تنبحه تبدأ بإصدار أصوحتها لذا العرب يقولون من أن الكلاب تنبح القمر فماذا يضير القمر إذا ما نبحته الكلاب إذا استهزأ المستهزئون بعقائدنا ماذا يضيرنا ماذا يضيرنا هذه حقائق ثقافة العترة الطاهرة هكذا نسلم على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عين الحياة هذا العنوان حقيقي في محمد وآل محمد عموما وفي الحجة ابن الحسن خصوصا لأنه إمام زماننا عين حياتنا إمام زماننا الخضر خادم من خدامه من خدام الحجة ابن الحسن وجندي من جنوده لقد شرب من ماء الحياة شرب من عين الحياة عين الحياة مظهر من مظاهر ولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الخضر يتحكم بعوامل التدمير الذاتي التي عنده فيكون أجله بيده هو الذي يتحكم بأجله لأنه شرب من عين الحياة فكيف يكون الأمر مع إمام زماننا الذي هو عين الحياة مثل ما نسلم عليه في زيارته الشريفة وذل كل شيء لكم تمام الفعل وتمام عدم الانفعال ومن هنا فإن لهم الولاية التكوينية الكاملة المطلقة وفي ذيلها في حاشيتها تأتي الولاية التشريعية الكاملة المطلقة برغم آنافي السفهاء والتافهين من آيات الشيطان العظمى من المراجع الطوسيين في النجف وكربل هذا هو منطق القرآن بتفسيرهم بتفسير العترة الطاهرة ومنطق أدعيتهم وزياراتهم وأحاديثهم ورواياتهم بتفهيمهم بتفهيم العترة الطاهرة أعود إلى ما بدأت به بخصوص قانون الفعل والانفعال فالوجود والكون البناء فيهما بناء على هذا القانون وهذا القانون ينتج لنا بحكم آثار الفعل والانفعال ينتج لنا أن التكوينيات من أولها إلى آخرها تمر ب مراحل التكامل هناك تكامل مرحلي وهذا هو إنعكاس وتطبيق ل قانون الفعل والانفعال حينما نطبقه على الأشياء فإن الأشياء ستكون على مراتب وهذه المراتب لا تبقى ثابتة هناك حركة الكون متحرك الأشياء متحركة قد تكون الحركة مادية حسية وقد تكون الحركة معنوية نورية وقد تكون الحركة في ظاهر الأمر وقد تكون الحركة في باطن الأمر الكون أساسا بني على قاعدة الجواهر والمظاهر وهذا هو منطق القرآن هناك أرض وهناك سماء وهناك ملكوت لهما ملكوت السماوات والأرض هو جوهر السماوات والأرض فأنا هنا وأنتم هنا نحن مظاهر لملكوت حقائقنا في أصلها تستقر في عالم الملكوت ونحن مظاهر لتلك الجواهر هناك لذلك الملكوت الإلهي نحن نتحرك في هذا العالم منابع وجودنا هناك أقرب لكم الفكرة بالضبط كماكنة السينما التي تبث على الشاشة عبر الأضواء التي تصدر منها على الشاشة هناك صور تتحرك لكن الضوء إذا انقطع إذا توقفت ماكنة السينما عن إرسال حزم الضوء إلى الشاشة البيضاء فإن صور ستتلاشى ملكوت هذه الصور على شاشة السينما موجود في ماكنة السينما نحن هكذا نحن مظاهر الأمثلة الحصية التي يؤتى بها لتقريب المعاني الغيبية والمعاني العميقة تقرب من وجه وتبعد من وجوه عديدة فلا تقيس عليها في جميع الاتجاهات الأمثلة تضرب لجهة معينة ولا نقيس عليها في سائر الجهات فمثل ما الصورة على الشاشة تكون موجودة ما دامت حزم الضوء تأتي منبعثة من ماكنة السينما إذا إذا توقفت حزم الضوء فلا وجود لصورة متحركة على شاشة السينما نحن كذلك لو انقطع الفيض من عالم الملكوت الذي يثبت وجودنا هنا فلن نكون هنا فنحن مظهر لحقيقة تستقر في عالم الملكوت فهذا الكون بني على تعدد المظاهر وكل ذلك يقع في سلطة قانون الفعل والانفعال وما بين هذا وهذا إذا كنا نتحدث عن الإنسان فهناك من البشر من يتسامى في ضل هذه القوانين وهناك من البشر من يتسافل لأن مجال الحركة متاح للجميع ومتاح للجميع أن يرتق ومتاح للجميع أن يتسافل ولذا فإن الناس ما بين مرتق ومتسافل وإن كان الذين يرتقون قلة قليلة الأكثرية الأكثرية تحب أن تتسافل في أي اتجاه من الاتجاهات التي يتحركون نحوها النتيجة النتيجة هذه هناك تكامل مرحلي في كل مرحلة من مراحل هذا الوجود هناك نحو من أنحاء التكامل حينما نتحدث عن أيام الله مثلا فإن يوم القائم وهو اليوم الأول من أيام الله يمثل مرحلة فهناك تكامل في هذا اليوم ولكنها مرحلة من المراحل لا بد أن تنتهي لا بد أن تتوقف كي تبدأ مرحلة جديدة كي يبدأ اليوم الثاني حينما نتحدث عن التكامل المرحلي هناك مراحل وهناك تكامل فلا بد أن نعرف من أن من أهم مميزات التكامل المرحلي وجود الأجل إنه الأجل ليس للإنسان فقط بل حتى للحجر هناك موت للجبال ألا تنطمس الجبال ألا تتغير أحوالها ما يقال له عوامل التعرية الطبيعية ألا تمثل الزوال للأشياء والتغير والتبدل ما هو هذا واقع الكون الجبال تموت والنبات يموت والحيوان يموت والإنسان يموت والملائكة تموت الموت هو القانون الغالب وكل مرحلة من المراحل ستموت نحن تنقلنا من الأجنة إلى الطفولة وإلى الصبا وبعد الصبا الشباب وبعد الشباب تأتي الكهولة وبعد الكهولة تأتي الشيخوخة وبعد الشيخوخة قد نصل إلى أرض للعمر إلى حالة الخرف كل مرحلة تنتهي تموت تموت تلك المرحلة ونبدأ في مرحلة جديدة في المرحلة نفسها بما هي هي هناك تكامل حتى في مرحلة أهذل العمر بما هي هي في داخلها هناك نوع تكامل وهذا التكامل ينتهي بانتهائها في داخلها لا أن نحكم عليها من خارجها هناك فارق بين أن نحكم على كل مرحلة من داخلها وبين أن نحكم على كل مرحلة من خارجها سيكون الحكم مختلفا ومختلفا جدا وهذا يجري على البشر ويجري على الحجر ويجري على كل المخلوقات ويجري على التكوينات الاجتماعية الاعتبارية حينما نتحدث عن أمة عن دولة عن حضارة عن تجمع فإن الأمور تجري على هذه الكيانات أيضا ولذا فإن رصد المؤرخين للحضارات وللدول عبر التأريخ تبدأ الحضارة في مرحلة الطفولة وهكذا فإلى الصبا فإلى الشباب فإلى الكهولة وبعد ذلك تصل الحضارة إلى مرحلة الشيخوخة وتتلاشى لقد تلاشت حضارات وحضارات وانطمست دول ودول وذهبت أمم وأمم ما هي هذه حركة الحياة وحركة الدنيا وهذه التطبيقات لحالة التكامل المرحلي الذي هو نتاج لقانون الفعل والانفعال الذي يحكم الوجود وما الموت وما القتل إلا صور من جملة الصور ما تنتجه هذه القوانين نذهب إلى فاصل فكل التكوينيات التي تسبح في أجواء قانون الفعل والانفعال وحيث تتحرك ضمن حركة التكامل المرحلي في كل مرحلة من مراحل الوجود لها أجل وحينما يكون لها أجل هذا يعني أنها تحمل سر التدمير الذاتي في داخلها فكل مرحلة من المراحل تحمل في داخلها سر تدميرها الذاتي حينما نقرأ في سورة التكوير مصداق واضح على الذي أقول إذا الشمس كورت الشمس حينما خلقت خلقت كاملة بحسبها بحسبها خلقت كاملة بحسبها ولها قوة فعل ولها حالة انفعال وهكذا كل مخلوق من المخلوقات لكنها في الوقت نفسه لها أجل تجري لأجل مسمى لها أجل فحينما حدد لها أجل هذا يعني أن سر تدميرها الذاتي موجود فيها إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت إنها عوامل وأسرار التدمير الذاتي انتهت آجال الشمس آجال النجوم آجال الجبال إننا مقبلون على اليوم الثالث هذا كله يجري بعد انتهاء اليوم الثاني بعد انتهاء الرجعة الكبرى حيث ندخل في مرحلة برزخية باتجاه يوم القيامة باتجاه اليوم الثالث تبدأ عملية التدمير الذاتي للتكوينيات التي كانت مرتبطة بالمرحلة السابقة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت النفوس زوجت زوجت الأرواح بالأجسات إنها عملية البعث وإذا النفوس زوجت هو زواج الأرواح بالأجسات المزاوجة المخالطة وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت كل هذا كي نصل إلى هذه النقطة علمت نفس ما أحضرت إنه اليوم الثالث من أيام الله في سورة التي جاءت بعدها إنها سورة الانفطار بعد البسملة إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة هذه المضامين نجدها واضحة في الكتاب الكريم تخبرنا عن أن أسرار التدمير الذاتي موجودة في داخل هذه الموجودات لماذا؟ لأنها تفعل وتنفعل محمد وآل محمد وآل محمد يفعلون فقط لا ينفعلون لأن عوامل التدمير الذاتي تكون مرتبطة بحالة الانفعال فما من تكويني من التكوينيات إلا وفيه نسبة من الانفعال إلا حقائق محمد وآل محمد تقولون كيف ذلك؟ أقرأ عليكم من سورة القصص من الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة وهي آخر آية في السورة ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو موطن الشاهد هنا كل شيء هالك إلا وجهه وجه الله الحقيقة المحمدية الله ليس له من وجه في ذاته إذا كانت الآية تتحدث عن وجه في ذات الله فهذا الكلام ليس منطقيا فكيف نتحدث عن الهلاك وكأنه وكأنه ينسب إلى الله ولا يبقى إلا وجه الله ليس بهالك هل هذا الكلام سليم كل شيء هالك إلا وجهه فإذا كان لله من وجه هذا يعني هذا يعني أن بقية الله من دون وجهه ستكون هالكة أي كلام هذا أي منطق هذا لكن وجه الله مخلوق فإن الله قد خلق الحقيقة المحمدية وجعلها وجهه وجهه الأعظم وهنا القرآن يتحدث عن المخلوقات المخلوقات هالكة إلا المخلوق الذي جعله الله وجهه لأن المخلوقات تنتسب إلى وجه الله أما وجه الله فإنه ينتسب إلى الله خلقتك لي يا أحمد خلقتك لي خلقتك لي وأما المخلوقات بحسب حديث الكساء اليمان فإنها خلقت له محمد وآل محمد خلقهم الله له وخلق الخلقيات له ولذا فإن الخلقيات هالكة طرا لأنها خلقت لمخلوق وأما محمد وآل محمد لن يهلك لماذا لأنهم خلقوا له سبحانه وتعالى وهذا وهذا هو الذي تريد الآية أن تتحدث عنه كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء من الخلقيات فالآية لا تتحدث عن الله لأن الله شيء فإن الله شيء لأن شيء تعني موجود الشيئية والوجود بمعنى واحد الله موجود فهو شيء لكن الآية هنا تتحدث عن الخلقيات فكلها هالكة إلا الوجه المخلوق الوجه الأعظم إنها الحقيقة المحمدية العظمى لا يتطرق الهلاك إليها ولا إلى مظاهرها القادسة أعني محمدا وآل محمد سادتنا وأئمتنا في عوالمنا البشرية الترابية هؤلاء لا يتطرق الهلاك إليهم وإذا ما تطرق إليهم ضمن ولايتهم إن ميتنا لم يمت هو لا يخضع للموت وإنما يكون الموت خاضعا لولايته هذا هو المراد يجري الموت عليهم ضمن ولايتهم وبإرادتهم وفي مظاهرهم البشرية فحينئذ إذا جرى القتل عليهم بالسيف أو بالسمي أو بأية وسيلة أخرى مثل ما جاء في خبر المرأة التميمية إذا جرى القتل إذا جرى الموت فهذا لا يغير شيئا من الحقيقة لأن الأمور كلها تجري تحت ولايتهم ذواتهم لا تحمل في داخلها أسرار التدمير الذاتي ولذلك لا بد أن يكون التدمير خارجيا وليس من ذواتهم الناس يموتون موت الحتف لماذا لأن أجسادهم في مرحلة من المراحل تصل إلى حد لا تستطيع أن تتزاوج مع أرواحهم ولذا تنفصل الأرواح عن الأجساد في الوقت المحدد هذه هي الآجال الآجال تنتهي صلاحية الأجساد عن أن تبقى متزاوجة متحدة مع الأرواح فهناك عوامل التدمير الذاتي في داخل المخلوقات في محمد وآل محمد لا يوجد هذا المعنى ولذا ما منا إلا مقتول أو مسموم لا بد من عوامل التدمير الخارجي للمظهر الخارج من هنا ستصبح الإشكالات والأسئلة بخصوص لماذا لم يقتل أمير المؤمنين عبد الرحمن ابن ملجم ستصبح سخيفة والإجابات عليها ستكون أسخف ولا طالما انشغلنا بهذه الإشكالات وهذه الأسئلة التافهة لماذا لأن الواقع تافه لأن ثقافة الشيعية تافهة لا علاقة لها بحقائق ثقافة الكتاب والعترة إنها ثقافة البتريين اللعناء هذا هو الواقع الذي عاش فيه أجدادنا وآباؤنا ولا زالت الشيعة في أيامنا غاطسة فيه كل شيء هالك إلا وجه هذا هو الوجه الباقي الوجه الذي لا يزول وماذا نقرأ أيضا في سورة الرحمن في الآية السادسة والعشرين بعد البسملة والتي والتي بعدها كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وذو هنا صفة ليس لربك لربك وإنما صفة لوجه ربك لأنه جاءت مرفوعة صحيح هناك قراءة عند المخالفين ذي الجلال والإكرام لكنها قراءة ليست صحيحة القراءة الصحيحة هي هذه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يأتي الكلام متناسقا مع آخر آية في سورة نفسها في سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فجاء الذي هنا جاءت صفة لربك وليس للإسم وهذا يشير إلى حقيقة أن وجه الله يتصف بصفات الله فهنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لو أن وجه الله لا يتصف بصفات الله لكان من سوء الأدب أن تقوم الآية بتمجيد وجه الله دون أن تمجد الله لكان يفترض في الآية أن تقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لكن الآية هكذا جاءت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فجاء التمجيد للوجه وهو هو تمجيد لله ولذا فإن من ذكرهم ذكر الله هذا منطق العترة الطاهرة من ذكرهم من ذكر محمدا وآل محمد فقد ذكر الله وجاء الكلام واضحا في آخر آية من سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام فجاء التمجيد للرب هنا وليس للإسم وجاء التمجيد في الآية السابعة والعشرين بعد البسملة جاء للوجه للإسم وليس للرب وهذا يكشف عن هذه الحقيقة من أن الذات الإلهي قد تجلت في هذا الوجه فوجه الله هو وجه مخلوق لكنه مرآة سبحانية تجل الله فيها هذه الحقائق تخبرنا إذا أردنا أن نذهب باتجاه آثارها لأن آثارها ستظهر في محمد وآل محمد الذين هم أئمتنا وهم بين أظهرنا ستظهر الآثار فيهم فهم كائنات إلهية تفعل ولا تنفعل ولا تحمل في ذواتها في دواخلها عوامل التدمير الذاتي ولذا فإن وصفهم بالحياة سيكون وصفا مطلقا من هنا فإن ميتهم لم يموت ما جرى عليهم من الموت إنما بحسب قانون المدارات التكوينية لا يعني أن الموت لم يجري عليهم جرى عليهم الموت وجرى عليهم القتل ولكن بحسب قوانين المدارات التكوينية نذهب إلى فاصل ربما من أوضح أمثلة التدمير الذاتي ما نقرأه في سورة الكهف بخصوص سد يأجوج ومأجوج في الآية الثامنة والتسعين بعد البسملة ذو القرنين يقول بعد أن أتم البناء وحبس أقوام يأجوج ومأجوج وراء الست قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دك فإذا جاء وعد ربي جعله دك وكان وعد ربي حق فحينما تنتهي مرحلة الرجعة الكبرى وندخل في المرحلة البرزخية استعدادا لليوم الثالث من أيام الله وتبدأ أشراط الساعة من جملتها هذا الحدث الكبير لأن أقوام يأجوج ومأجوج هم من عوامل التدمير الذاتي ولذا سينتشرون في الكون وفي الفضاء لأجل التدمير نقرأ في السورة الأنبياء في الآية السادسة والتسعين بعد البسملة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج انهار السد لقد حانت اللحظة لبداية التدمير الذاتي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون سينزلون إلى الأرض سيكون نزولهم على المرتفعات هم قادمون من الفضاء وهم من كل حدب الحدب المكان المرتفع شيء طبيعي نازلون من الفضاء سينزلون على المرتفعات فبعد أن ينزلوا على المرتفعات يتحركون بسرعة باتجاه المناطق المأهولة في الكرة الأرضية وكذا في سائر الأجرام الأخرى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون هذا الأمر أمر التدمير الذاتي ليس موجودا عند محمد وآل محمد وذل كل شيء لكم في أجواء هذا القانون فإن وفاتهم موتهم قتلهم قولوا ما شئتم تجري ضمن ولايتهم وإرادتهم وتذكروا فإن الخضر شيعي من شيعتهم شرب من عين الحياة التي هي مظهر من مظاهر ولايتهم صار أجله بيده هو يحمل عوامل التدمير الذاتي كسائر الناس لكنه صار متمكنا من عوامل التدمير الذاتي هو الذي يحدد أجله لنفسه الموضوع بحاجة إلى تطويل أكثر لكن وقت الحلقة صار طويلا ولا أريد أن أتشعب أكثر من ذلك نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر